تلاميذ سنة ستة ابتدائي مستر محمود من قناتكم الجميلة تعالوا نتعلم انجليزة بحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع يونت سيفن الوحدة السبعة بعنوان امازينج ارتفاكتس امازينج ارتفاكتس قطع اثرية رائعة امازينج ارتفاكتس قطع اثرية رائعة ليه سنوان الدرس الاول بعنوان افيزيت توزا ميوزيام افيزيت توزا ميوزيام زيارة الى المتحف عندنا طبعا ولاد المفردات اول كلمة عندنا جلد جلد زهب جلد زهب جرينت جرينت حجر الجرينت جلس 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 ججاج جلس ججاج كلي 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 طمي او سلصال كلي طمي او سلصال ارتفاكتس 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 قطع اثرية ارتفاكتس ارتفاكتس قطع اثرية قيم أو زو قيمة مواد رائع أو مدهش فاستنينك رائع أو مدهش بط إناء كلايمت مناخ أو مناخ ببايرس ورق الباردي كيف تصرفك بيولار مفردات إضافية ريزون سبب سبب طالب قاف صورة مدحف التاريخ القديم ايجل 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 نصر ايجل ايجل نصر سرتين 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 محدد أو معين اكسايتد 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 متحمس ويت 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 راتب أو مبتل فزت 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 طبعا بتيجي بمعنى يزور وبمعنى زيارة قايد 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 مرشد طم 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 مكبرة مقولش بقى طم لا البي هنا ياولاد سايلانت البي خفيفة دي لو جي قبلها ايه البي سايلانت لا تونتاك مقولش بقى طم لا اقول طم 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 مكبرة Exciting Exciting مسير Exciting Exciting مسير Interesting 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 شيء Hard 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 صلب Damaged 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 تالف Stone 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 حقر Conjugation of verb باستصريف الأفعال Regular Regular أفعال طبعا منتظمة Regular أفعال غير منتظمة عندنا طبعا Present مضارع وBast ماضي أول verb عندنا يا أولاد أو أول فعل معنا preserve يحفظ الباست منه أو الماضي منه preserve حفظ preserve preserve يحفظ preserve حفظ lost 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 يستمر أو يدوم lost استمر أو دام Damage يدمر أو يتلف دامجد دمر أو أتلف damage يدمر أو يتلف الباست منها أو الماضي منها دامجد أضر أو أتلف الأفعال بقى الغير المنتظمة أول فعل عندنا يا أولاد no يعرف طبعا الكي لما يجي بعدها إن يبقى الكي هنا silent ما ننتقش الكي no يعرف الباست منها أو الماضي منها new عرف no يعرف no يعرف new عرف find يجد found وجد build يبني build بنى build يبني build بنى here يسمع heard سمع here يسمع heard سمع important expressions and propositions تعبيرات وحروف غرة هامة first of all first of all أولا أو في بدء الأمر close to close to close to بالقرب من keep in a good condition keep in a good condition يحفظ في حالة جيدة be made of مصنوع من be be made of be made of مصنوع من that's why لهذا السبب that's why that's why لهذا السبب cover in cover in يغطي be last forever last forever يستمر للأبد أو يدوم last forever يستمر للأبد أو يدوم good for good for good for جيد ليه good for جيد ليه ننتقل إلى فقرة تانية خالص يا أولاد من point on listening and reading text نقاط هامة على نصوص الاستماع والقراءة عندنا طبعا يا أولاد ميوزيوم طبعا بمعنى مدحف وقايد مرشد ميوزيوم مدحف وقايد مرشد بيقول لي يا أولاد بيقول لي تامر عند طمارة are as ميوزيوم عند Mr. طار إزير قايد تامر وطمارة are يكونوا as the museum في المتحف and Mr. طارق والسيد طارق أو الأستاذ طارق إزير قايد يكون مرشد هما بعد كده أولاد بيقول لي excited بمعنى متحمس زي ما قلنا وارتفاكتس اللي هي طبعا الكطع الأسرية بيقول لي they are excited هم يكونوا متحمسين to learn لمعرفة more الكثير أباوت عن ancient Egyptian الأسرية بعد كده بيراميتس اللي هي الأهرامات وجيرانيت اللي هي الجرانيت أو حجر الجرانيت زي ancient Egyptians المسلمون القدماء بلتقبنوا زي بيراميتس الأهرامات وزجيرانيت بيه حجر الجرانيت كليه بمعنى سلصال أو طمل بوتس بمعنى أواني زي ancient Egyptians المسلمون القدماء يستخدموا كليه الطمل أو السلصال طوميك ليصنعوا بوتس الأواني عندنا جولد بمعنى زهب وتوم بمعنى مقبرة زي ancient Egyptians المسلمون القدماء يستخدموا الكثير من الزهب إن توتعن خأمون زي توم في مقبرة الملك توتعن خأمون valuable معناها زي تقييمة و durable اللي هي طبعا بمعنى متين durable بمعنى متين جولد الزهب is a valuable يكون زا تقييمة and desirable و متين منتقل يا أولاد لبوب كوز اختبار قصير أو اختبار تلقائي انذك بيدرع المفردات بيقول لي طبعا choose اختر the correct answer اللي جابة صحيحة from a b c or d number one بيقول لي when something عندما شيء ما is يكون يكون إيه يا أولاد we can't نحن لن نستطيع break it down أن نكسره لما يكون في شيء عندنا إيه صفته إيه يا أولاد إحنا ما نقدرش نكساره يا طارع we can't ضعيف انذا فريتجي في السلاجة يا طرى damage نتلف أو نضر أو ندمر ولا grow نزرع أو ينمو ولا بيريسيرف يحفظ ولا بروديوز ينتج طبعا يا أولاد على طول بيريسيرف ويكان نحن نستطيع بيريسيرف نحفظ food الطعام انذا فريتجي في السلاجة number three the ring طبعا بمعنى الحلق أو الخاتم طبعا بيوسو السيدات the ring الحلق أو الخاتم is made of يكون مصنوع من gold الزهب سوء لذلك عشان كده it is هو يكون ايه يا أولاد it is شيب رخيص valuable ذات قيمة اللي هو الزهب ولا راتب أو مبتل ولا gold طبعا اولاد valuable ذات قيمة number four زي نقط ال ال ايه يا أولاد تلز يخبر زي فيزي ترز الزوار أو يعني يعرف الزوار أو السائحين exciting information معلومات مسيرة أباوت عن the ancient Egyptian artifactis القطع الأسرية المصرية القديمة من هو يولاد غايد المرشد والذين تس طبيعي الأسنان والذين تس طبيعي بيطاري واللي ميكانيكي الميكانيكي طبعا نضع طول غايد المرشد ننتقل إلى listening and read الاستماع والقراءة listen and read استمع واقرأ why are tamer and tamara at the museum لماذا tamer و tamara يكونوا في المتحف بيبدأ الكلام يا أولاد ميستر طارق بيكلم tamer و tamara بيقول لهم good morning صباح الخير and welcome to و مرحبا بكم في the museum of ancient history في متحف التاريخ القديم my name is mr. طارق اسمي يكون الاستاذ طارق and I am your guide today وأنا أكون مرشدكم اليوم tamer يا أولاد رد عليها قال له good morning صباح الخير mr. طارق صباح الخير يا mr. طارق أيام تامر أنا تامر and this is my sister tamara وهذه تكون أختي tamara we are studentis نحن نكون تلاميذ أو طلاب at Egyptian Eagle Primary School في مدرسة النسر المصري الابتدائية and these are our parents وها هما والدينا طبعا tamara بدأت و قالت we are excited نحن نكون متحمسون to learn لمعرفة more الكثير أبوت عن ancient Egyptian artifacts القطع الأسرية المصرية القديمة رد طبعا mr. طارق و قال great عظيم أو رائع what would you like to know ما الذي ترغبون في معرفته طبعا رد الطمار قالت well حسنا first of all في بادئ الأمر why do we have so many artifacts لماذا لدينا الكثير من القطع الأسرية رد mr. طارق على طمار يا أولاد و قال that's an interesting ذلك رائع جدا أو that's an interesting question هذا سؤال رائع أو هذا سؤال شيق ورجع بعد كده mr. طارق يقول one reason أحد الأسباب is climate يكون المناخ we have نحن لدينا a hot dry climate مناخ حر وجاف here هنا in Egypt في مصر so لذلك artifacts القطع الأسرية aren't دمات جد لا تتضرر by cold and with wizard بسبب التقس البارد والراطب this helps وذلك مما يساعد to preserve ism في الحفاظ عليها the ancient Egyptians المصريون القدماء also new عرف that أن هناك 13 material زمواد معينة could last يمكن أن تدوم الونج طيم لوقت طويل that's why لهذا السبب they built هم بنى وزبرة مثل الأهرامات with granite with granite a very hard and drible stone وهو حجر شديد الصلابة والمتانة بعد كده أولاد بيرد عليه تامر بيقول that's fascinating that's fascinating هذا رائع what other materials did they use what other materials did they use what other materials المواد الأخرى did they use التي استخدموها طبعا يقصد المصريين القدماء رد عليها مستر طرق أولاد قال له they used لقد استخدموا a lot of glass الكثير من الزجاج which last is forever which last is forever الذي يدوم للأبد they also هم أيضا يستخدموا كلئة طامي أو السلصال which الموجود أو which is found الموجود close to the river نير بالقرب من نهر النيل to make لصناعة بوتس الأواني رد تمر يا أولاد على مستر طارق قال له I also أنا أيضا هيرد سمعت they used أنهم استخدموا ألوت أف الكثير من gold الزهب into تتعنخ أمون زي توم في مقبرة الملك تتعنخ أمون رد عليه مستر طارق يا أولاد قال له يس بالفعل أو نعم the ancient Egypt shams المسلون القدماء like they أحب to use أن يستخدموا gold الزهب because it is valuable ليس فقط لأنه معدن ذات قيمة بط ولكن it is also إنه أيضا أو لأنه أيضا very durable متين جدا when they covered فعندما هم غطوا ارتفاك تسى القطع الأسرية in gold بالزهب they kept تزم هم حافظوا عليها in gold condition بحالة جيدة ومع general exercise يا أولاد تمرينات عامة number one listen and circle استمعوا ضع دائرة if you're correct answer حاول الإجابة الصحيحة from a b c or d طبعا مع بعض أولاد نقرأ ونسمع نص الاستماع نبدأ مع بعض أولاد yesterday was a wonderful day امس كان او انتر full day يوم رائع ايو انت انا زهب تو زميوزيام of ancient history الى مدحف التاريخ القديم ان اسكول ترب في رحلة مدرسية زميوزيام المدحف was كان full of مليء ب ancient Egyptian artificial التحف او القطع الأسرية المصرية القديمة مستر أشرف الاستاذ أشرف was كان اوار غير مرشدنا اات زميوزيام في المدحف هي طول دقص هو أخبارنا او يعني حكالنا او عرفنا الوطف الكثير من interesting information المعلومات الشيقة والممتعة أباوت عن زميوزيام المدحف we enjoyed نحن استمتعنا او ارفزت بزيارتنا توزميوزيام الى المدحف number one يا ولاد i went انا ذهبت توزميوزيام الى المدحف of ancient ايه ولاد عادينا نقول المدحف ايه ولاد يا طرى ارت ارت بمعنى فن او رسم ولا history تاريخ ولا music موسيقى ولا ورلد عالم طبعا يا ولاد ancient history museum of ancient history مدحف التاريخ القديم number two زميوزيام المدحف was كان full of مليء by ancient Egyptian ايه يا ولاد يا طرى ارتفاكتس اللي هي قطع الاسرية او التحف ولا بيبل الناس ولا بوكس الكتب ولا بلدنجس المباني طبعا ولاد ارتفاكتس زميوزيام المدحف او المدحف was كان full of مليء by ancient Egyptian ارتفاكتس التحف الاسرية المصرية القديمة number three Mr. Ashraf السيد أشرف والأستاذ أشرف was كان اول نقط كان ايه بالنسبة يا ولاد اتزى ميوزيام في المتحف يا طرى مانيجر اللي هو المدير ولا دكتور طبيب ولا ديتشار مدرس ولا غايد مرشد طبعا اتزى ما سمعنا وقرينا غايد مرشد number four وي نحن اول فيزت عملنا ايه بزيارتنا توزى ميوزيام الى المتحف يا طرى انجويد استمتعنا forget طبعا بمعنى نسينا ولا روت كتبنا ولا ريت قرأنا طبعا انجويد استمتعنا بعد كده السؤال الثاني اختر اجابة صحيحة فورم ABC or D number one وي هاف نحن لدينا اهود راي عايزين نقول طبعا مناخ حر وجاف انجويد في مصر عندنا هستوري تاريخ وعندنا واتر مياه وعندنا climate مناخ وعندنا رين مطر اوتومتر طبعا ياولاد على طول climate ويها نحن لدينا اهود راي climate مناخ حر وجاف انجويد في مصر number two زا نقط ايه ياولاد شوز اس يوضح لنا زا historical بلايسز الاماكن التاريخية ان اوار ترب في رحلتنا من اللي بيعرفنا ويوضح لنا الاماكن التاريخية في رحلة بتاعتنا ياولاد ذي طبيب بيطري ولا غايد مرشد ولا تورست سائح ولا قاستو مرزبون طبعا ولاد غايد المرشد number three نقط is a very hard and terrible stone من هو ياولاد اللي بيكون حجر قوي ومتين جدا او متين للغاية من ياولاد ساند الرمال ولا غلاس الزجاج ولا كليق الطمية والسلصال ولا جيرانيت اللي هو الجيرانيت number four we care نحن نحفظ fruits الفواكه fresh طازقة buy نقط zin عايزين نقول بايه ياولاد انزا فريتش في السلجة berserfing بالحفاظ او المحافظة ولا هيتينج التدفئة ولا داماجينج والإطلاف أو الإضرار ولا ووركينج العمل طبعا أولاد berserfing ويكيب نحن نحفظ فروتس الفواكه fresh طازقة buy berserfing طبعا من خلال الحفاظ عليها انزا فريتش في السلاجة بعد كده أولاد number three read and complete استمعوا وأكمل زاتيك استقنص وإزا وردس بكلمات انزا بوكس من المربع عندنا ده ما تجد بمعنى أضرق وأتلفة جيرانيت اللي هو حجر الجيرانيت last بمعنى الماضي أو الأخير وعندنا tom بمعنى مقبرة وهوت بمعنى حر أو ساخن طبعا أولاد طبعا أولاد احنا قلنا لسط هنا بمعنى أخير أو ماضي وبرضو بمعنى زي ما قلنا من شوية يستمر أو يدوم يستمر أو يدوم نبدأ أولاد زي ancient Egyptians المسلمون الكدماء where you're cano really حقا smart as kya أباوت what they used to build فيما يتعلق بما كانوا يبنونه زين يوهم عارفوا that أن هناك 13 materials مواد معينة could نقط عايزون أن الأولاد يمكن أن تدوم أو يمكن أن تستمر ألونج تايم لمدة طويلة طبعا أولاد عطول last يبقى أولاد new عارفوا that أن هناك 13 materials مواد معينة could last يمكن أن تدوم ألونج تايم لوقت طويل they also هم أيضا new عارفوا that أن زقلي مت المناخ good really أصباحها أصباحها أيه يا أولاد and dry وجاف طبعا يا أولاد hot hard hot and dry hard and dry in Egypt in Egypt Artificates Artificates القطع الأسرية aren't noct عشان أنه المناخ حر وجاف يا أولاد Artificates القطع الأسرية aren't إيه عادينا نقول الله إيه يا أولاد لا تتضرر أو لا تتلف اللي هي damaged because of this بسبب هذا climate المناخ يعني القطع الأسرية ليه Artificates aren't damaged لا تتضرر أو لا تتلف because of this climate بسبب هذا المناخ they used هم استخدموا استخدموا إيه يا أولاد to build ليابنوا زبرة مثل الأهرامات طبعا إيه يا أولاد جيرانيت جيرانيت to build ليابنوا زبرة مثل الأهرامات جيرانيت الجيرانيت أو حجر الجيرانيت is a very hard stone حجر شديد الصلابة ومعك question number 4 السؤال الرابع السؤال الرابع يا أولاد مع بعق read the text إقرأ النص عند أنصر وأجب the questions على الأسئلة يقول لي a material is what something is made of a material is what something is made of المادة هي ما يصنع شيء ما المادة هي ما يصنع شيء ما بعد كده أولاد زرار يوجد a lot of الكثير الكثير من materials المواد in natural الطبيعة الـ around us حولنا one of this materials واحدة من هذه المواد is طبعا هي كليه السلصال أو الطامي كليه الطامي أو السلصال is natural materials مادة طبيعية which والتي is found to close to the river nail بالقرب من نهر النيل it comes إنها تأتي from the river bank اسم ضفاف النيل we use نحن نستخدم كليه الطامي أو السلصال to make لصنع بوتس الأواني فيزس المزهريات أند بوتري والفخار iron الحديد and gold والذهب are natural materials يكونوا مواد طبيعية وكان نحن نستطيع فيند زين أن نجدهم under the ground تحت الأرض rings الحلقان أو الخواتم طبعا المصنوع من الذهب and classes والقلائد اللي هي طبعا العقد اللي بترتديه السيدات are made of يكونوا مصنوعين من gold الزهب زين انشنت اجيبشن زي المسرون القدماء اولسو ايضا يستخدموا قالوا تقف الكثير من gold الزهب انتو عن خامون زي توم في مكبرة الملك تتعن خامون gold الزهب از از يكون مادة باهزة السمن يعني مادة غالية زي ما احنا عارف بطئت لكنها از اولسو تكون ايضا ماتينة جدا ات كان لست الونج طايم ويمكن ان تستمر لفظلة طويلة جيتس البوابات جيتس البوابات ماشينز والالات اند كارز والسيارات ار تكون ميت اوف ميت المصنوعة من المعدن اتشوز ازا كوريك تانصر اختر اجابة صحيحة فورم اي بي سي اردي نمبر وان زا جينرال اي ديا زا جينرال اي ديا الفكرة العامة افزا تيكست للنص اللي احنا قرناه الوقتي ايز تكون ابا وتعان عن ايه يا ولاد الفكرة دي النص ده يدور حوالا اي اولاد كارز السيارات ولا فوت الطعام ولا ماتيريال المواد ولا رينجس الحلقان او الخواتم طبعا يا ولاد العطول ماتيريال المواد نمبر ويجد نحن نحصل على نقاط بنحصل على اي اولاد فورم زا ريفر بانكس من دفاف النهر يا ترى ايرون الحديد ولا جلد الزهب ولا ووت الخشب ولا كليه السلصال او الطام طبعا خط ديريبول من زتعني كلمة دي معناها هي اولاد صفتي ناعم ولا ستورنج قوي ولا اكسبنسف غالي ولا فاصل سريع طبعا ديريبول احنا قلنا بمعنى متين بتساوي ستورنج قوي بعد كده اولاد آنسر زا فولنجو كويس شنز نمبر فور بيقول لي وات إز ماتيريال وات إز ماتيريال بمعنى ما هي المادة اللي جابه اولاد طبعا بمعنى المادة هي ما يصنع شيء ما زي ما قرنا اولا الفقر اولاد نمبر فايف سامريز لخص زا تكستقنص في جملة واحدة طبعا اولادا لخصت الفقر اولاد او الكتعة اللي احنا قرأنا مع بعض وقلت ماتيريال وات إز ميت اوف زيم ماتيريال وات إز ميت اوف زيم المادة او المواد المواد وما يصنع منها ماتيريال وات إز ميت اوف زيم المواد وما يصنع منها نمبر فايف اولاد سؤال خامس بوت زا وردس ضع الكلمات انزا كوريكت اوردر في الترتيب الصحيح توميك لتكون سنتنز جمل نمبر وانا اولاد بمعنى طبعا عندنا دو فعل مساعد وي لماذا وي نحن ارتفاكتس اللي هي طبعا التحف والقطع الأسرية هاف عندنا سو ميني الكسير من عايزون نقول يا أولاد لماذا لدينا الكسير من التحف الأسرية مع بعض يا أولاد أداة استفهام وط وي لماذا وي لماذا احنا قلنا يولد دو فعل مساعد وي لماذا وي نحن ارتفاكتس الكسير الكسير جدا من طبعا هنبدأ نقول واي دو وي هاف طبعا احنا ماشينا على خطوات تكوين السؤال ست خطوات يا أولاد أداة استفهام فعل مساعد فعل فعل تكملت السؤال على متل استفهام أول حاجة أولاد ده أداة الاستفهام هي واي فعل مساعد اللي هو دو الفعل هنا وي الفعل هاف ماشا أولاد طيب يبقى واي دو وي هاف لماذا طبعا فعل مساعد ما بنترجموش أولاد لماذا نحن لدينا سو ميني الكسير من أو الكسير جدا من ارتفاكتس القطع الأسرية أو التحف number two made طبعا بمعنى مصنوع from من the ancient طبعا القدماء granite حجر granite jib shans المصريون zibiramis الأهرامات عايزين نقولي يا أولاد المصريون القدماء صنعوا الأهرامات من granite يبقى يا أولاد مع بع the ancient jib shans المصريون القدماء made صنعوا صنعوا ايه يا أولاد zibiramis الأهرامات from من granite حجر granite the ancient Egyptians المصريون القدماء made صنعوا made صنعوا zibiramis الأهرامات from من granite حجر granite number صريعا عندنا jib shans المصريون وقلد بمعنى ذهب ويوز يستخدم ولا يقدر أحبة وزا ancient طبعا زي قلنا القدماء و2 an عايزين نقول يا أولاد المصريون القدماء أحبوا أن يستخدموا الذهب المصريون القدماء أحبوا أن يستخدموا الذهب يبقى زي ancient Egyptians المصريون القدماء لا يقدر أحبوا 2 an use يستخدموا gold الذهب طبعا في طريقة أننا نرقم وفي طريقة أن تكتب رقمته على النقط يعني نكتب هنا مثلا why do we have so many artifacts كده طيب يا أولاد بعد كده نمبر 6 البنكتويد اللي هو التركين بنكتويد طبعا أولاد هذه جملة خبرية التي هنا سنقوم بها سنقوم بها capital و هنا جنسية مصري سنقوم بها small capital بس هم عالمتين هذه طرقة للحل وفي طرقة ثانية نكتبه كله بدلا من كتب small سنقوم بها capital بدلا من كتب jib shan small سنقوم بها capital نمبر 7 السؤال السابع وآخر سؤال يا أولاد رأيت اكتب براغراف of 50 words من 50 كلمة using مستخدما زفولونج guiding elementis العناصر الإرشادية الآتية البراغراف بتاعنا يوند بمعنى ancient أو بعنوان ancient Egyptian Artifacts التحف المصرية القديمة قبل ما نكتب البراغراف أو قبل ما نعمل البراغراف مع بعض يا أولاد أي حد حسوا نستفاد من أي حاجة النهاردة ياريت ما يبخلش عالنا بالاشتراك للقناة ويفعل زر الجرس ويحط لايك للفيديو ancient Egyptian Artifacts التحف المصرية القديمة نبدأ البراغراف نحن لدينا سومني الكثير جدا من Artifacts التحف أو القطعة الأسرية وان ريزون أحد الأسباب إزا إزا كلايمت يكون المناخ وان ريزون أحد الأسباب إز يكون زا كلايمت المناخ ويها نحن لدينا أهوت دراي كلايمت مناخ حر وجاف هير هنا إن إيجبت في مصر سو لذلك Artifacts القطعة الأسرية أرنت داماجل لا تتضرر أو لا تتلف باي كولد أن دويت ويزر من خلال أو بسبب المناخ الرطب والبارد زيس هيل بيس وذلك مما يساعد توبر سيرفيزم في الحفاظ عليها زي انشنت إيجيبشنز المسلوم القدماء ألسوا أيضا نيو عارفو ذات سيرتين ماتيريالز أن هناك مواد معينة أو مواد محددة قد لست يمكن أن تدوم ألونج طايم لمدة طويلة ذات سواي لهذا السبب زي بيلت هم بنو زي بيرامتس الأهرامات وز جيرانيت من حجر الجيرانيت أو بحجر الجيرانيت أشوفكم أشوفكم على خير المرة الجاية مع الدرس الثاني أولاد من الوحدة السبعة أشكركم لحسن السماعكم لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر